عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن تطوير مجمع الألمونيوم في ناجع حمادي وذلك بحضور عدد من الوزراء وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة السابقة نقشت الحكومة خطة تطوير مجمع الألمونيوم بمدينة ناجع حمادي حيث تم تكليف إحدى شركات الاستشارات العالمية لإعداد دراسة بشأن تقييم دراسة تطوير المجمع وجدوى عملية التطوير وأضف مدبولي أن صناعة الألمونيوم هي أحد المجالات الاستراتيجية عالميا مشيرا إلى أمكانية تطوير مجمع الألمونيوم في ناجع حمادي بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك في ضوء خطة الحكومة لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة مما تمتلكه الدولة من الموارد أفضل استفادة